اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين منظمة انقذ الطفولة العالمية تحذر عدم اتخاذ اجراءات فورية للحد من انتشار شلل الاطفال في غزة سيعرض جيلا كاملا من الاطفال للخطر الصحي ولنمو غير سليم مع استمرار حملة المقاطعة للعلامات التجارية الدعمة لاسرائيل في عدوانها على غزة شركات عالمية كبرى تخسر عاما من المبيعات في منطقة تضم نحو 500 مليون مستهلك وفي النشرة ايضا معاناة المرضى اليمنيين تتزايد مع استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي وحرمان مئات الالاف حقهم في السفر والعلاج خارج البلاد اهلا بكم نقلت صحيفة جلوبس الاقتصادية تحذيرات مؤسسات مالية كبرى من خفض جديد في التصنيف الاتماني لاسرائيل بسبب المخاطر المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الصحيفة الاسرائيلية نشرت تقارير مؤسستي سيتي بانك وجيبي مورغان التين شككت في قدرة الحكومة الاسرائيلية على السيطرة على العجز المالي الذي تجاوز 7% بفاصل 6 واضافت التقارير ان تصنيف اسرائيل الاتماني لا يزال في وضع الحرج وان الفارقة بين السندات الحكومية الاسرائيلية ونظيراتها الامريكية بالدولار وصل الى دحو 200 نقطة اساس مع استمرار حملة المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة لاسرائيل في عدوانها على غزة شركات عالمية كبرى تخسر عاما من المبيعات في منطقة تضم نحو 500 مليون مستهلك وبحسب تقرير للكاتب صمويل ويندل نشرت صحيفة المانيتور خسرت شركات عالمية موسم الارباح الصيفية لعام 2024 هذا وشهد الربع الثاني من العام تحقيق شركات مثل مكدونالدز وسترباكس نتائج اجمالية مخيبة للامان في ظل مقاطعة المستهلكين لمنتجاتهما فيما اعلنت سلسلة مطاعم كيمتاكي الشهر الحالي انها تبطئ خطط النمو بعد انخفاض صاف ارباحها 41% وذلك في الربع الثاني حذرت منظمة انقذ الطفولة العالمية من ان عدم اتخاذ اجراءات فورية للحد من انتشار شلل الاطفال في غزة سيعرض جيلا كاملا من الاطفال للخطر وفي منشور على منصة اكس قالت المنظمة العالمية انه جرى تأكيد اول حالة مصابة بشلل الاطفال في قطاع غزة وذلك للمرة الاولى منذ 25 عاما ودعت الى وقف فوريا لاطلاق النار لاستمح باعطاء لقاحات شلل الاطفال المنقذة للحياة لأكثر من 640 الف طفل في غزة تحت سن العشر سنوات قال مسؤولون فلسطينيون ان البنوك الاسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ما يعرقل حصول الفلسطينيين على السلع والخدمات الحيوية سلطة النقد الفلسطينية قالت ان البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع اثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الاسرائيليين خلال الايام القليلة المقبلة مشيرة الى ان استمرار رفض الجانب الاسرائيلي شحن الشكل يحرم البنوك الفلسطينية تغذية حساباتها في البنوك الاسرائيلية اضطر النازحون الفلسطينيون الى الهرب من نير النيران الاسرائيلية المنهمرة على من هم في المنطقة الغربية من خان يونس بعد امر الاخلاء الصهيوني النازحون توجهوا نحو الجزء الاوسط من المدينة حاملين امتعتهم الهاربون كشفوا ان المواصل لم تعد امينة وان النازحين ليس لديهم مكان يذهبون اليه من ناحية ثانية اشار مسؤولون صحيون فلسطينيون الى ان الغارات الاسرائيلية خلفت ما لا يقله عن خمسين شهيدة الموت طارحة في هذه البلد عشرين مرة نزحنا من هنا اكسهم بالله وحياة قد بفضورنا انقصفت دورنا وخيامنا مش منعقيننا على هذه الحياة حتى يا الله عيشة يا الله بدهم يشانون عليها وين حقوق الانسان وين الشعب وين العالم اللي بتفرج علينا احنا بس بالاسم عرب وين العرب كل وليات المتحدة والعالم كله متطابع علينا عشاننا عرب يا عمي بدنا نموت وخبطونا له وغيحونا بدنا ناشرعيش ان كل يوم قاعدين من نصر يوما بعد اخر تقلص اسرائيل ما تعرف بالمساحة الانسانية الامنة في دير البلح صدرت اوامر اخلاء اسرائيلية جديدة لعدد من المناطق بينها هذه المنطقة وهي منطقة ابو عريف الناس هنا بدأوا ينزحون باتجاه مناطق في وسط وجنوب القطاع يعطيك العافية وين رايحين رايحين على المواصف ليه في الوضع عملية النزوحة وصفلية عملية صعبة يعني من مكان هاي رابع مرة ننزح من هان لهانا يعني شتتونا الوضع صعب صعب للغاية بدنا ننصر خيمة من اول جديد صعب يعني ولا في مي ولا صعب للغاية مش عارف مش عارف وين رايحة مش عارف قالوا لنا اخلوا هاينا طالعين عباب الله ايوان ما رحنا رحنا ايش بدنا نصوير معاناها تعب يا حجاء شو تعب موت 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 أحمر حسبي الله وانعم الوكيل بس في الزعم العرب كلهم حسبي الله عليهم الله يجعلهم يركبوا زي ما اركبنا هايك وتجرجر زي ما تجرجرنا هايك وبس هؤلاء جزء من الاطفال كما تشاهدون الذين يعني نزحوا كما قال هذا الرجل للمرة الرابعة وهؤلاء ليسوا وحدهم فهنا حالة اكتظاظ كبيرة كما تشاهدون الناس لا يعرفون وجهة لا يعرفون مكانا يتجهون يتجهون اليه اخطر بان بلدية دير البلح قالت بان بدأ عملية النزوح من هذه المنطقة ستشكل خطرا كبيرا ولا سيما انها منطقة دير البلح وسط القطاع تضم قرابة مليون نازح وهذا الرقم كبير للغاية ومعنى بدء عملية اخلاء الناس من هذه المنطقة باتجاه مناطق اخرى هذا يعني ان الجيش الاسرائيلي سيفتح الباب واسعا على معاناة لن تتوقف على الاطلاق عملية الاخلاء نحو المناطق الامنة هي عنوان عريض يستخدمه الجيش الاسرائيلي لتعميق معاناة سكان قطاع غزة كما تشاهدون الذين يحاولون البحث عن مناطق امنة يلجؤون اليها وبالمناسبة نحن نستمع الان الى اصوات قذائف مدفعية تنطلق وتضرب المناطق الجنوبية لدير البلح ولسيما منطقة ابو عريف والمعاناة هي ذاتها من منطقة الى منطقة من منطقة ابو عريف في دير البلح احمد غانم الميادين اكد البنك المركزي المصري ان البنوك لديها الحرية في تحديد سياستها بشأن حدود صرف العمولات الاجدبية والسحب النقدي لها وفي بيان قال المركزي المصري انه زاد في الخامس عشر من نيسان ابريل الماضي الحد الاقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح مئتين وخمسين الف جنيه وطالب المركزي البنوك بوضع حد اقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الاجنبية بتياتا من الاول من الشهر المقبل تتزايد معاناة المرضى اليمنيين مع استمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وحرمان مئات الالاف من المرضى حقا في السفر والعلاج خارج البلاد يتصدرهم مرضى السرطان الذين يبحثون عن علاجات تبقيهم قيد الحياة هذا التقرير لمراسل الميادين في صنعاء احمد عبد الرحمن على سرير الالم يرقد مبارك في مركز علاج الاورام السرطانية بصنعاء ومثل آلاف المرضى ينتظر وآلامه فتح مطار صنعاء ليتمكن من السفر وتلقي العلاج خارج البلاد عاني من مرضى السرطاني خبير في ألعاء روعدة السنين ونحن بحاجة إلى سفر إلى الخارج ونطالب بفتح مطار صنعاء حال مبارك تنسحب على نحو 200 ألف مريض يمني بحاجة إلى السفر وفق اللجنة الطبية العليا في صنعاء يتصدرهم مرضى الأورام السرطانية نحن نطالب القهات المختصة الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية الأخرى بالسماح لفتح مطار صنعاء لعدة قهات متعددة فتح مطار صنعاء الدولي بالكامل هو ما تطالب به صنعاء اليوم بدل الاكتفاء بإضافة رحلة جوية إلى الأردن كوجهة وحيدة ويتيمة أمام اليمنيين ولا سيما بعد تنص للتحالف من التزامه بإضافة رحلتين يوميا أو بحسب الحاجة إلى مصر والهند تعثر تنفيذ الرحلات إلى القاهرة وإلى الهند ولا يوجد أسباب واضحة حتى هذه اللحظة خاصة أن مطار صنعاء الدولي بكامل جاهزية نحن نطالب بفتح المطار بشكل كامل ليست ثلاثة الوجهات ولا يكتفي التحالف ضد اليمن بمنع المرضى اليمنيين من السفر كما تتهمه صنعاء بل ويستميت أيضا في منع الفراق الطبية الأجنبية من الوصول إلى اليمن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد ثلاثة أعوام من اتفاق الهدنة وخفض التصعيد أمر يضاعف من معاناة اليمنيين ويبقي آمال المرضى منهم معلقة على وعود لم تتحقق بفتح مسارات جوية جديدة ليظلوا قيد الانتظار مع معاناتهم المتفاقمة يوما إثر يوم أحمد عبد الرحمن من مطار صنعاء الدولي الميادين في الخبر الأخير تخطط الهند الصين واحتلت صدارة مستوردين نفط الروسي في تموز يوليو الماضي بيانات الشحنات الهندية أظهرت أن الخام الروسي استحوذ على حصة غير مسبوقة بلغت 44% من إجمالية واردات الهند الشهر الماضي إذ ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ مليونين وسبعة آلاف برميل كل يوم بزيادة 4.2% عن حزيران يونيو و12% عن المستوى قبل ذلك قبل أكثر من عام يأتي ذلك في وقت تقلص فيه شركات التكهير الصينية مشترياتها بسبب خفاض هوامش الربح من إنتاج الوقود هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر